موسيقى 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 بمناسبة اليوم العالم للتلفزيون لقاءنا مع المعالج النفسية ديالا عيتاني بيتمحور حول هذا الموضوع لنعرف دور التلفزيون شو عنده إيجابيات شو عنده سلبيات كيف منفكر بالتلفزيون ده هو مصدر موثوق قده بيقدر يأثر بالرأي العام قده بيقدر يغير حقائق وياخد الناس لمطرح هو بده يام وخالف للمطرح يمكن الناس اللي هن بدون يام كرميل هيك اليوم بهالأصفر الحلو بتطل علينا ديالا عيتاني صباح الخير مرسي صباح ينعاد علينا فأزن اليوم باليوم العالمي للتلفزيون وردي بلشنا بأهمية التفي أنه صرنا عم نحكي أكتر توعية صرنا عم نحكي علم نفس عم نحكي الصحة النفسية كل هالأمور حتى منظمة الصحة العالمية صرت عم تركز أكتر شي على الحملات التوعية على التفي لأنه لاحظت مع أنه برغم من وجود السوشال ميديا بعده التفي أساسي للتوعية بعده كتير مهم أنه ننتبه للمصدر يكون موثوق منه نقدر نوصل للعالم أكتر شي هوية معلومات حتى عم بيستخدم هالأكتر بالتعليم بمجال التعليم أكتر حتى نشوف أكتر قد مهم أنه نستخدم التفي بطريقة إيجابية للمعلومات للوسائل الترفيهية والتعليمية والتثقيفية وبنفس الوقت نخلي التفي جمعنا أكتر مش يفرقنا تعرفي ديالة يعني باركت عن فكرة بهذا الموضوع عن اليوم العالمي للتليفزيون وبانتشار السوشال ميديا وأنا بتابع كتير السوشال ميديا بعض بيخد مننا أفكار أو في قصص ببقى ما عندي فكرة عنها بيخد فكرة بيصير عندي معلومات أكتر إضافية بس هيك يعني اختبار شخصي نفس الضيف اللي ممكن شوفه بمقابلة تليفزيونية بشوفه بمقابلة يعني بودكاست أو مطلق شغلة على السوشال ميديا ما كتير بقبضوا جد بحس أنه على التليفزيون لا في مرجع رسمي في مسؤولية المحطة أو إدارة البرامج عرفتي بحس أنه الكلام سئة أكتر من مصادرها الموصوقة خاصة مع أصحاب الأختصاص مع أنه هن زيتهم بيطلوا على السوشال ميديا ما بعرفت بحس أنه بعد ما هيك ما عندي هال السئة فيه كتير لأنه صارت السوشال ميديا الكل بيقدر يحط كل شي بينما لا التيفي مثل ما قالت فيه أهمية مصدقية المعلومات بعدين على المسج اللي بواحد بدو يوصله في هالإنجيجمنت الإضاءة الصوت هؤلاء الأمور اللي بحاجة لألاء إن كان لا يرفه شوي عن السرس أو لا يأخذ المعلومات اللي هو بحاجة لألاء فمزبوط هلأ رجعوا أكتر التركيز حتى قبل كنا نقول ممنوع التيفي أبدا للولاد ولازم يضال عن بيبعض هلأ لأ خلينا نستخدم التيفي لنحببه به بعض الأمور اللي ما عم بيقدر يستعملها أو يفهمها كتير بالصف خلينا نستعمل التيفي لحتى القيم اللي نحنا بدنا نقولها أهيا إنه يكون فيه تواصل يوم إذا حد كرتون حد بروجرام معين فيه نرجع نحكي عنه ولكن هلأ صار التركيز إنه التيفي يكون الشخص عم بيعني مش بس عم بيتلقى معلومات لا أنا برجع بتساءل هل المعلومات صحيحة أو لا بعمل تحليل معين بسمع أشخاص عندهم اختصاصات عم بيحلل ومواضيع وللولاد بيستخدمهم كوسيلة قدر إرجع أتناقش معهم يعني كان التيفي قبل أنه بترك الولد وأنا بخلص الأمور هلأ لأ برجع بسألوا اش رأيه بالأمور اللي حضرها كيف فينا ابن حوارات خاصة مع الولد اللي بيكون خجول شوي إذا عندي أيام بدي فرجيه صحة أو غلط اليوم فينا أرجع ناقش شوي كاركتر السيكولوجيك الول بيينج اليوم في كتير مراهقين عم بيستخدموا شوي يعني التيفي فكمان هذه نقطة مهمة لحتى نقدر نرجع نركز على قيم نركز على أمور حابين نوصلها من خلال النقاشات اللي بتصير من بعد البروغرام وأكيد كتير مهم نعرف إنه الولد شو عم بيحضر لحتى نقدر نرجع نقش ومشكل شي خرج الولاد إنهم يحضروا أكيد طبعا هون كمان يعني الرقابة بتلعب دورة في مجموعة من الأسئلة رح نجرب قد ما فينا معك يعني عن إيجابيات التليفزيون ما بدي فوت بالأسئلة كلهم سوا بدنا نشوف قد التليفزيون رح يضل فعال بوجود سيطرة السوشيل ميديا قبل نفوت بكل هود التفاصيل وما أنه اليوم عيد التليفزيون ويوم العالمي للتليفزيون ونحن معنيين بس خليني هيك أعطي كرديلة حالنا بحق لنا بهيدا نهار يمكن المصدقية اللي كتا عم بيحكي عنا على السوشيل ميديا ترجع للمحاور لأن جيل جديد بيخده هيك بطريقة كتير عفوية وكلهم بيعتبرون أنه أنا بسأل مثلك وكذا بس أنه بده حدا يكون عنده باقراندو معينة تحضير لموضوع معين يفوت بنقاش يستوضح فتحية لكل زملاء العملين بيهي الأوتي فيو بيهي بكل التليفزيون إيجابيات التليفزيون فإذا شو هي اليوم التوعية كتير مهمة المعلومات الثقافة عم نعرف كتير أخبار عم نتقف كتير عن عدة بلدين صار فينا عم نسمع آراء كتير في كتير مواضيع عم نتعلمها إن كان مواضيع يومية للرياضة للطبخ للأشهر الفنية اللي بتصير بالبلد عند اطلاع أكبر بعرف أمور كتير من خلال التفي بالنسبة كمان للنقطتين اللي هي أهمية الضحك اللي هو البرامج الترفيهية كتير مهمة للصحة النفسية بخير بيغير جو شوي ما عليم تستطيعين على البعض حسب أكيد يعني لأن نتخدم في الحقيقة أو يمكن تأثر على الجيل الصغير صحيح فعوني بدي أنتبه شوي مشان هيك دائما منحكي عن الوعي إنه واحد هو يعرف ياخد قرار إنه شو الأمور اللي بده يركز علي الأمور اللي بتهمه اللي حابب يعرفه أكتر بنفس الوقت مهم التفي لحتى يجمع يعني اليوم بدنا نقول يمكن العائلة كلها حابة تحضر فيه ناطرينو أو تبلان إنه موفي نايت هالأمور هي بتخليل كل مجتمع حول التفي مشكلة واحدة على التليفون وهي كمان النقطة كتير بس طعف إنه التفي رغم فيه هيك مساوئ بيحكوها عن التليفزيون عن هيدا البرامج الساخرة أو البرامج اللي فيها نكت بعدنا قادرين نعمل كنترول على أكتر هيدا الريموت بإيدنا يعني نتذكر نحن وصغار أهلك أهلي يمكن اللي بعمرنا أنه بس نشوف هيك مسلسل قريب في بوسي بغيره الكنال مثلا أو بيطفوه بالغلط أو بي ما بعرف هيك بيلهون بشي يعني بعدنا قادرين نعمل كنترول بينما التليفون أو الآيباد بيقدروا ليه شو بعرفنا شو عم بيحضروا أو شو يعني حتى لو هن يحطين لهم فيلم بس يمكن يمرؤمي الساحب بها العمور صحيح فمشانيك في رأبة أكتر على التليفين مهم نرجع نخلي هالوقت يكون عم بيجمع الكل هيدا نقطة مهمة بنفس الوقت قدي أنا عم بيحتر تليفين هاي مهمة لأنه في أشخاص خاصة إذا مرئين بإكتئيب إذا مرئين هروب من الواقع عم بيلجأوا للتليفين وصار بطل في يعني صاروا باسب خلاص عم بيسمعوا كل شيء بدون ما كتير يركزوا هيدو اللي صار في كترة استخدام التليفين بتكون هروب الواقع معقول يؤدي لأكتئيب وحالية الأكتئيب كمانا بتؤدي لكترة المشاهدية اللي هي بتبطل بس تأثر بطريقة إيجابية التي في وقت نعرف نحنا أنه يمكن بآخر نهار أو بلشنا نهارنا شوي وبعدين عنا أمور تانية نقطة كتير إيجابية ولكن إذا أنا بدي أقضي كل نهاري بس على التي في أكيد بدو يعطي نوع من الادكشن بدو يعطي نوع من الأدمان بدو يصير فيه خمول إذا استخدمتوا بوقت معين بشي للملل نشوفها عن الرجال الكبار بالسنة اللي هني ما كتير بقى بيعملوا حركة أو عمل بيقدوا كل نهاري عطي فيها شيء معقول صحيح معقول يسبب ملل أكتر بسبب فراغ وبسبب مشاكل عائلية بدل ما يكون هيدف عم بيجمع بيصير بسبب مشاكل عائلية بحسب هيك معلوماتك وتحضيرك لهذا الموضوع والدراسات الأجراتية ديالة مساوئ تلفزيون أكتر من حسنات أو للعكس بالعكس هون الوعي الشخصي عند العالم والمشان هيك نرجع كتير منحكي عن قدي لازم ننتبه ونحدد يعني أنا إذا حددت قدي عم بحضر تيفي وقت وانتبهت أنه أنا ما أثر علي كتير سلبيا الأخبار مهمة بس أنا إذا كل نهار بدأ أضيع الأخبار صارت النيوز أثرت سلبيا على صحة النفسية الضحك كتير مهم ولكن هذا بيعشني على كل حال ما بداية وصار في أدكشن كتير عليه ورجعنا نعمل توعية أنه لا مهم نبعد كمان عن الأخبار الفيلم السيريز المسلسل كتير مهم لأنه بيطلعني شوي بيصير في أدرينالين بيخليني في هيك تشوي شوي ولكن إذا صار في أدكشن أنا كل الليل قضيتها عم بحضر هالمسلسل معنى تأثر عن نوم صار في أرق صار في مشاكل صار في حتى كويبيس إذا كان فيه مشاهد رعب خاصة لبعض الفئات العمرية فكمان أنا بدي أنتبه كيف عم بحضر هالتيفي إذا الولد قعد على التيفي من بعد المدرسة شوي نقطة إيجابية بس إذا كل بعض الظهر كان على التيفي ما في حركة صار فيه يمكن زيادة الأكل بطريقة عشوائية ما في حديث مع العيلي هاي صارت النقطة سلبية فدايما هم بيكون فيه هانسيف سوحدين إذا أنا استخدمت التيفي بطريقة إيجابية اليوم نحضر هالبروغرام بكرة دورك نحضر هالبروغرام أو تخبرني شوي أكتر هاي نقطة إيجابية ولكن المشاكل بالكوبلز بتبلش إذا استخدمنا التفي بطريقة سلبية اليوم كل حد عنده تليفزيون بيقود وصار يعني بيفوت أحد الكوبل على الغرفة حدا بيقودة الأعادة كل واحد ريموت بييده بس بعضهم عم بيحكوا عن مش كتير إيجابة ناكل فيه التيفي بالغراب ما هيدا عم بيلك يعني من علامات المساوي التليفزيون أنه عم بينفصلوا بالوقت لي ما ما أعرف هلأ إذا بعد 30-40 سنة إلن جدي يقضوا مع بعضهم بس في شغلة هيك لفتتلي سماعي ديالة عن الإدمان هو حالة لوين ممكن تخذنا لأنا عم شوف اليوم مع البلاتفورمز اللي اللي عم بتقدم يعني مساحة واسعة 24 على 24 من تحضرين مسلسلات يعني بعرف أشخاص أصدقاء رهيبين اللي بيحضروا 6-7 حلقات يعني بيظلون الساعة 2-3 عم بيحضروا على الآيباد أو على التليفون بالوقت اللي التليفزيون بعده يمكن بنطرك من يوم ليوم لتشوفي شو بدو يصير بالرصمات صحيح وعملوا ستاديز كتير على وقت الانترنت عم بيعطي بصلا كل الحلقات وبيعمل ادكشن بينما انتفي لأ بعد واحد قادر ينتر بعد فيه وقت محدد اللي بيتحكم بهذا الوقت وما بيقدر كل الليل لأنه إذا خلاص صار كل الوقت بس يمكن فيه أشخاص بتنعزل أكتر عن المجتمع ما بتتحدث مع الآخرين بتعلق ببروغرام معين خلاص بيصير في أدكشن ما بينتبهوا للوقت قد يمروا ما بينتبهوا إذا هل أنجد أثر عليهم بطريقة سلبية فهون مخاوفة شوي بنفس الوقت التي في فيه يكون محور لوحد يرجع يتحدث وفيه يكون محور لوحد يتخانع يعني انت شوف الكابل على التي في وشوف الدراسات هلأ اللي صارت على الريموت كنترول وقت تكون بإيد الرجل قدام معقول يتخلق مشاكل أكيد أكيد فاصل إذا في شيء اهتمامات لأله رياضية بتختلف عن زوء المدام بس تعرف الشغل يعني مع أنه كتير عم نسمع أنه يعني عالم التليفزيون إلى زوال مثل ما قالوا عالم الراديو بس بتجي بتطلع ما فيك تطلع بسيارتي غير ما تدوري الراديو حتى لو عنديك كل سديات العالم موسيقى شرقية غربية اللي بدك بعدوا الراديو بدنا نسمع معلومة مع أنه التليفون بتجيك غير ما تسمعي صوته صورة تشوف يعني مثلا ديالة عيتاني لا يوم جديد التليفزيون كذا 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 أرينيها أوكي غير ما شوف ديالة عم بتقولها بتشوف تعبير وجه بأي طلق لتها بأي عنفوين بأي تعصيب بأي سخرية بعدوا التليفزيون أكيد أهم شيء أنه يوصل المعلومات وهلأ صار فيه واعي أكتر صار فيه تنوع كتير انت دي بتشوف مثلا بالبروغرام الصباح فيه معلومات كتير جديدة في اليوم توعيات كتير عم بتصير فيه أشياء ما كنا نعرف فيها هلأ صارنا نهتملة أكتر فهيتي الفكرة أنه هلأ التليفزيون بيقدم رسالة بيقدم علومات صحيحة بيقدم تنوع كتير حتى يخلي الشخص يعرف أكتر ويلجأ أنه يرجع فينا نحن نرجع لناقش موضوع أنه يوم حضرته على التي في فصار فيه هلأ تغيير صحيح خاصة عن بعض برامج التوك شو اللي بتعرض كمان حالات معينة بس فيكتار من ضيوفنا بيمرؤوا معنا بيكونوا عم يعملوا هيك حملات توعية بيقولوا أنه منحم الملامة لوسائل الإعلام طيب ليه إذا أي وسيلة إعلامية أو تليفزيونية عم تنقل واقع معين طيب هيدا موجود بالمجتمع إذا في عشرة بالمئة أو خمسة بالمئة هيدا حالة بالمجتمع صحيح كيف فينا هون هيك يعني نفهم مطلق محطة نحن إذا بنا ناخد عن لبنان تحديدا لأن محطاتنا مسيسة كلها تابعة لأفريقاء معينة أو أحزاب أو تمويل خارجي وعايشين هيدا الصراعا ما منتابع هيدا المحطة المحطة لأنه مول من الخارج عم تسوي إلى أهداف ما بتشبهنا أي ما أنتها بتكون وسيلة إذا بدك أعمار أو وسيلة هدم للمجتمع لما الشخص هو يقدر يشوف كيف هو بينتبه للأمور يعني حتى بأمريكا اليوم كتير بتشوف بيعطوه واحد يمكن من المعلومات وبيقولوا أنه الميديا والتيفي صار مهدفه بس يوصل فكرة معينة بينما إذا واحد رجع انتبه شوي كان عنده اطلاع فكر شوي وما كان باسف أنه أنا بس بطلق أو ضغري بصدق المعلومات لا فيه يكون وفيه اطلع لعدة قراء وهذا كمان نقطة كتير مهمة اليوم إذا عندي عدة محطات يعني عندي عدة قراء يعني أنا بقدر شوف الأفكار كيف عم بتكون وهي دي فكرة أنه واحد ينتبه بأنه التيفي بيعطي المعلومات ولكن أنا بدي انتبه وركز على الأمور اللي بتهمني أنا وبتأثر علي بطريقة إيجابية ومش بطريقة سلبية الهدف من التنوع أنه واحد يكون عنده ثقافات أكتر يكون منفتح أكتر يسمع أراء الآخرين أكتر وهذا الشيء بيخلي الشخص هيك قابل على أنه يعرف أكتر يطلع أكتر وما يكون فيها الحدودية أو يكون شخص برناء أنه لا بالبرجة أكتر لمعتقدات بقدر أعرف معلومات أكتر فإذن أدي الشخص هو عنده وعي مش هيك برجع دايما أنه التيفي بيوصل كتير في أشياء بتفيدني في أشياء ما بتهنيلي هون أنا كيف بدي ركز بيعطي كتير فعلى مدار نهار أدي أنا بقدر ركز على الوقت لحتى يكون بصالح بطريقة إيجابية في أمور بتهم أشخاص اليوم بيحكوا عن أفكار كتير غريبة يمكن أنا بيعنيلي أعرف شوي أخبار يمكن أنا بيعنيلي المعلومات حسب أنا وزوئي فأنا كمان بدي الأشياء اللي بتفيدني أنا للولاد بقدر لقيلهم الأمور الترفيهية والتعليمية أكتر وبالتالي بتصير التيفي وسيلة إيجابية بتبطل وسيلة سلبية أو عم بتضيع لهم وقت الأفراد كل واحد عنده وقته يمكن أشخاص بتحب التابع للسبار أكتر بس كمان هل أنا بقدر نظم وقت بطريقة أنه تجمعنا ومش تفرقنا وهل بقدر أنا أخد قرار أنه لا اليوم بعدها الأعداد التيفي بلاي كلنا سواء إذا قعدنا إذا حكينا إذا في أشخاص بتحب تحكيها التيفي في أشخاص ما بتحبها كمان هوني بدي يكون في وعي ما يكون فيه مشاكل هيتا الإدراكي اللي أنا كل ما يكون فيه أمور كل ما أنا بدي أنتبه أكتر بدي أختار الأمور الإيجابية وما فيه وبده هيك أختار الأمور اللي بتفيدني أكتر لحتى أخلي التيفي إيجابي يعني مثل ما قلتك الوحل بيرجع هو حسب شو شغفه وشو عباله يعني يعرف بتعرف الشغلة أنا بستغرب الأشخاص اللي بيعطعهم محطات أنا أولا مرة أطعت محطة أكانت خصم ولا مش خصم أو مش مع الخط أو بنتقد الخط اللي أنا فيه بالعكس بسمع لأشوف ومرة يعني هيك عملنا اختبار كانت صايرة حادثة مرأة على كل المحطات يعني بتعرف لأن فيه مواقيد مختلفة وبعدين فيه نشرات المسائية ونشرات الصباحية الخبر يعني زيته كل محطة قدرته بطريقة معينة بناس التطلعات أو خدمة للجهة المعنية بهيدا الخبر ما فأنا إذا سمعت الكل قديمهم أعرف كل استقافات ما هون بتصيري تعرفي وانتي يعني لما بصير عندك هيدا القدرة أنك تحسي وين فيه صدق وين أكتر لا بتصيري تاخدي من كل شيء ويمكن بتطلع بخلاصة خاصة فيك بتتبنيها على سيرة يعني التأثير للتلفزيون مباركة عم بسمع أخبار وعلى السوشيل ميديا كمان في شيء بإسرائيل يعني هلأ عم بيعلموه كيف هيك بيعملوا غسل دماغ بالإعلام ولدرجة أنه نعمل ريبورتاج عن مستشفى الشفاء أنه شفية تحت الأرض طلع ما فيه شيء منه مثل ما كانوا عاملين مخازن أسلحة وإيه لما هونالك يعني وشفناه هون بيعملوا برين واشيء مظبوط اتبنتوا البي بي سي الخبر بعدين قدموا اعتذار أنه يعني حتى ليك كبرى المحطات الغربية اللي نحنا نوسق فيهم ومنقلهم هوده مرجع كمان اتخذوا بهذه الخديعة نستعملها كبرين واش كمان لفئة عمرية مشان هيك مهم نرجع منقول إنه الشخص مظبوط بياخد معلومات ولكن أنا بدي أرجع انتبه شوي أكتر بدي انتبه كيف عم بتأثر علي المعلومات بالنهاية التفي لحتى واحد يقضي وقت حلو ليتسلى ليرفع على نفسه مش لا يضيع الوقت كله يعرف معلومات أكتر مش لا يكون open minded أكتر مش لا يكون هيك شوي narrow minded التفي لحتى واحد يلاقي الأمور اللي بتعنيه ليعرف شوي أكتر شو عم بيصير في أمور غريبة في أمور إيجابية في أمور بتعلمة ومش لحتى إلجأ مثلا للسلبيات أو للتعصيب أو للتوتر بدي انتبه بعد ما قد وقت على التفي أنا ونفسي كيف عم بتكون عم بطلع مرتاح مبسوط عارف أشي عم فكر فيها ولا لا عم بطلع مضايق معصب مموتر واني بنتبه الدي تفي عم بأثر علي بطريعة إيجابية أو سلبية الإنساني ديالة عايتين شو بيستهوي على تليفزيون أي نوع من البرامج أو أنا بحب هلأ قد نحن عم نركز عن جد على الصحة النفسية دي في توعية أكتر في هالحملات في المعلومات كلها هالاهتمام هيدا كله بيخليني حس أنه لأ صار فينا عن جد نهترنا صحة نفسية يعني عم تخلينا هيك دايما نعمل أبحاثنا لأن كل يوم بيطلع لك موضوع جديد بحالة نفسية معينة أو مثل اليوم اليوم العالم لتليفزيون نبشنا هيك تاريخ نطلع أنه لا عن جد أحميته على الصحة النفسية تمنا فينا نحكي عنه صح شكرا لك ديارة يعطيك ألف عافية أنت كمان صرت بنت التليفزيون عندك تطالع على أكتر من وسيلة محلية وخارج حدود الوطن لبنان من عيدك شكرا لك بذكرى الاستقلال واليوم عيد العالم عيد سافرتنا للعالم فيروز اللي منحبه كتير رح نروح معكم مشاهدين لفاصل إعلاني من بعدها سحر بتتابع بلقاءاته مع ضيوفة